الدنيا تتقلب فيها أحوال الناس ناس تحت التراب تزورنا في المنام وناس فوق التراب لا ترد علينا السلام قد تسكن قصرا وتضيق بك الحياة وقد تسكن كهفا ويشرح الله صدرك قد تكون أبيضا ويستحلك السواد وقد تكون أسودا ويشع منك النور قد يكون لك إخوة وتعيش وحيدا وقد تكون وحيدا وحولك إخوة قد ترى الأصدقاء يطعنون ظهرك وقد ترى الأعداء ينقذون حياتك قد ترى أغنياء ويرتشون وفقراء ويتصدقون لهذا سماها ربنا عز وجل دنيا وليست عليا إحسانك وتعاملك لا ينسى فلا تندم على لحظات أسعدت بها أحدا حتى وإن لم يكن يستحق وعندما يطعن الطيبون في قلوبهم يتوعدون بالانتقام وحين تأتيهم الفرصة على طبق من ذهب تصرخ ضمائرهم العفو عند المقدرة ولا تحكم على مستقبلك من الآن فالأنبياء رعوا الغنم ثم قادوا الأمم وصحيح أن كيدهن عظيم لكن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يستعذ من كيد النساء بل استعاذ من قهر الرجال ستبقى في دائرة الضياع والأحزان ما دامت الصلاة ليست في دائرة اهتمامك الصلاة مقرونة بالفلاح حي على الفلاح فكيف يفلح من لا يصلي ولك الحرية أن تكره أفعال شخص ما ولكن ليس من حقك أن تشوه سمعة من كرهت وانتظر الفرج وكأنك على موعد معه إن يتأخر الفرج لا يعني أنه لن يأتي فأقدار الله مبطنة بالرحمات ولكننا قوم مستعجلون ومحال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك فاطمئن وسأل حكيما من تحب أكثر أخاك أم صديقك فقال أحب أخي حينما يكون صديقي وأحب صديقي حينما يكون أخي وليس البكاء على النفس إن ماتت ولكن البكاء على التوبة إن فاتت أستغفر الله وأتوب إليه وقل يا رب إن كان هناك حاسد يكره أن يراني سعيدا فارزقه سعادة تنسيه أمري ونحن في امتحان وفي أي لحظة قد يتم سحب ورقتك وينتهي وقتك الذي خصصه الله لك فضلا ركز في ورقتك واترك ورقة غيرك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة